اشتركوا في القناة ومعالي السيد جاسم محمد البديوية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأكد وزير الخارجية في مداخلة له على أن هذا الاجتماع يتيح للجانبين فرصة لتعزيز العلاقات الوثيقة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وتوحيد جهود الطرفين الرامية إلى تجاوز مختلف التحديات التي تواجه المنطقة والقرى الأوروبية والعالم وقال وزير الخارجية إن دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي يتقاسمان هدفا مشتركا وهو تحقيق سلام دائم في العالم حيث يؤدي الاستقرار والأمن إلى التنمية والازدهار وأضاف أن العالم يمر بمنحطف حاسم يحتم على الطرفين اتخاذ إجراءات شاملة وجماعية لمعالجة مختلف الأزمات والتحديات التي تواجهنا اليوم وبحث المجلس الوزاري الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية والأمن الإقليمي وتغير المناخ إضافة إلى مناقشة القضاء الإقليمية والدولية الراهنة وقد صدر في ختام الاجتماع بيان أكد فيه المجلس الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ترحيب الجانبين بالتقدم الملموس الذي تحقق لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين معبرين عن الأهمية الخاصة لهذه الشراكة لمواجهة التهديدات الرئيسية المتنامية لسلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتحديات الاقتصاد العالمي وأعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء التطورات الخطيرة في إسرائيل وغزة وأدان جميع الهجمات ضد المدنيين ودعا إلى حماية المدنيين مذكرا الأطراف بالتزاماتها بموجب المبادئ العالمية للقانون الإنساني الدولي كما دعا إلى ضبط النفس وإطلاق سراح الرهائن والسماح بالحصول على الغذاء والماء والأدوية وفقا للقانون الإنساني الدولي مشددا على الحاجة الملحة إلى حل سياسي للأزمة لتجنب تكرار هذه الحلقة المفرغة من العنف وأكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون استنكارهم للعنف وحثوا جميع الأطراف على ضبط النفس والتهدئة واتفقوا على مواصلة المشاورات واستمرارية التواصل بين الأطراف ورحب المجلس المشترك بجهود المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعات الدول العربية لإحياء عمليات السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر